براكاته مسلحة الأرصاد الجوية تحدر من استمرار هبوب رياح قوية على كل المناطق الشمالية ستعمل على تصاعد الرمال من المناطق الجنوبية إلى غاية المناطق الشمالية خلال يوم الغد يبقى تقصدقيل درجة حرارة فوق أيضا المعدل الفصلي الرياح تكون قوية نحو المناطق الوسطى والغربية وحتى على أغلب مناطق الجنوب الكبير هنا ستعمل على نشاط بعض الزوابع الرمدية أجواب مغشات ستميز الجنوب الغربي لغاية شمالي الصحراء مع احتمال أمطار رعدية نحو منطقة السورة خلال أواخر النهار ستلتحق بعض الأمطار الرعدية نحو المناطق الغربية الحرارة خلال ليلة اليوم ترتفع لغاية 22 درجة بالعاصمة ووهران وما بين 16 درجة بالنسبة لتيزي وزو إلى 17 درجة بتليمسان 12 بكل من عناب سكيكدا باتنة وتيارت لن تتعدى 15 درجة بغردية بينما ترتفع لغاية 22 درجة بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب وتقرب 10 درجة فقط بتيندوف أما خلال ظهيرة الغدل حرارة قصوى تبقى تفوق المعدل الفصلي ترتفع لغاية 32 درجة بوهران تقرب 28 درجة بالعاصمة بجاية كذلك بسكيك دواع النبا 29 درجة بتليمسان 27 درجة بتزي وزو 19 بالبيض والجلفة بينما ترتفع بالبناطق الداخلية الشرقية لتقرب 26 درجة مئوية بشمال الصحراء ستصل إلى 29 درجة بغردية في حين لن تتعدى 19 درجة فقط ببشار 20 درجة بتيندوف وترتفع إلى غاية 35 درجة بالصحراء الوسطى إلى غاية 37 درجة بأقصى الجنوب البحر سيكون مطارب على كل سواحل الرياح معتدلة إلى قوية نحو سواحل الغربية سوحة تقرب 60 كم في ساعة تينمي شرقية إلى جنوبية وقت شرق الشمس بحطة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة الساديسة صباحاً و59 دقيقة شكراً على المتابعة دمتم بصحة وعافية وفي أمان الله شكراً على المتابعة شكراً على المتابعة